يعد الإنتاج المحلي وسبل تطويره ورفع القدرة الإنتاجية لدى المربين المحليين أحد أبرز الأهداف التي يقوم عليها معرض الإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2023 في موسمه السادس وذلك من خلال جملة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني وتعد هذه الورش والتي يدورها عدد من المحاضرين من الأطباء البيطريين والمتخصصين فرصة مواتية لتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الحيواني والعمل على تطبيقها على أرض الواقع لرفع نسبة الإنتاج المحلي ستة مواسم من الإبداع والتخصص في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني يقدمها معرض مراعي خصيصا للمربيين المحليين ليكون لهم بصمة في تطوير المشاريع الخاصة بالإنتاج الحيواني ورفع قدرة المربي البحريني على مضاعفة إنتاجه وتأتي ورش العمل المتخصصة التي يقدمها المحاضرون المتخصصون في هذا المجال لتساهم في تطوير الإنتاج المحلي مشاركة هذه ستتمد جسور التعاون في مجال البحث العلمي ومجال تطوير الأمور الزراعية والبحثية وأيضا تصب في تطوير الكادر البيطري وتنمية قدراتها المهنية والمعرفية الصحة الحيوانية معناتها إنتاج حيواني سليم وأنا لما أساوي الندوات ورش عمل مصاحبة لمعرض نفس مراعي وأنا قاعدة أرفع من الإنتاجية وأحسن من مستوى الإنتاج المحلي الموجود في البحرين معرض مراعي يوفر فرصة ملائمة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين المعنيين والمتخصصين في هذا المجال من خلال تنظيم ندوات علمية متخصصة تسلط الضواء على أهمية التقضية الصحيحة وطرق التعامل مع الحيوان للحصول على أفضل إنتاج حيواني بنبرز بعض السلوكيات الهامة وبنركز أيضا على مفهوم الصحة الوحدة وأيضا في ورشة عمل أخرى بقدمها عن أهمية الرفق بالحيوان بشكل عام كل هذه المحاور لها علاقة كبيرة جدا بتعزيز الثروة الحيوانية وصحة الإنسان في نفس الوقت الحقيقة الفهم السليم لسلوكيات الحيوان والرعاية الحكيمة الرشيدة للحيوانات بتنعكس إيجابا على الثروة الحيوانية في كل بلاد العالم عندنا ورشة عمل عن دور إضافات الأعلاف في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي هنتناول فيها أهمية أن نستخدم إضافات الأعلاف في تحسين جودة الأعلاف وفي تحسين الهضم والامتصاص من العناصر الغذائية وترجمت ذلك إلى منتجات من لحوم وألبان وجميع المنتجات التي تخرج من الحيوان أن يكون عندي منتج سليم خالي من تبقيات الأدوية نحن نستخدم إضافات أعلاف طبيعية من النباتات من مستخلصات النباتات ولن يكون لها أثر على الحيوان أثر دار بل بالعكس يكون لها أثر مفيد يأتي هذا المعرض الذي يستخدم نخبة من المتخصصين من داخل البحرين وخارجها تأكيدا على اهتمام مملكة البحرين بملف الأمن الغذائي كونه ملتقا لتبادل التجارب وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية ودعم المربيين لرفع مستوى قدراتهم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية ورش عمل متخصصة يقدمها مراعي تتمحور حول تطبيق أفضل الممارسات في تنمية الثروة الحيوانية وتبارل الخبرات والتجارب وبناء قدرات بشرية وطنية متمكنة لتطوير الانتاج الحيواني في البحرين خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين